مع بدي عدد من الدول الأوروبية بتخفيف إجراءات الحظ لديها إصابة جديدة تسجل في العديد من الدول نبدأ البداية من روسيا التي تسجل عشر آلاف إصابة في يوم واحد بعد أن وصلت الإصابة مثلما ذكرنا إلى عشر آلاف حالة الأمر دفع العاصمة موسكو للتفكير في إنشاء مستشفيات مؤقتة في مجمعات الرياضية ومراكز تسوق للتعامل مع تدفق المرضى في الوقت نفسه قامت إسبانيا وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم حيث سجلت أكثر من 25 ألف حالة وفاة وأكثر من 245 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 قامت إسبانيا بتراجع الإجراءات الطارئة وساعدت في السيطرة على تفشي المرض وإنقاذ المستشفيات من الإنهيار هذا في إسبانيا حيث تم إغلاق مستشفى ميداني ضخم ساعد الجيش في إقامته في مراكز مؤتمرات مادريد كما أغلقت مشرحة مؤقتة أقامها الجيش في حلبة التزلوج بأحد مراكز التسوق إذن في إيطاليا في المقابل إيطاليا شهدت أكبر عدد من الوفيات في العالم مع أكثر من 28 ألف إصابة ما زال ينتظر الناس هناك تخفيف القيود الخاصة بهم بعد أن استقر عدد الحالات الجديدة فالمفاوض الإيطالي الخاص لمكافحة الفيروس التاجي قال إن التخفيف من الإغلاق لمدة شهرين سيبدأ من يوم الأثنين أما ألمانيا التي سجلت أكثر من 164 ألف حالة لكن لم تشهد سوى حوالي 6700 حالة وفاة لديها إرشادات صارمة للتباعد الاجتماعي ولكنها لم تقيد أبدا الأشخاص الذين يخرجون لممارسة الرياضة شكرا